الفيديوهات القصيرة يوتيوب شورتس بتنتشر بشكل جنوني واصبح الناس تقدر تعمل فيديوهات شورتس بطرق سهلة جدا وبدون تعلم اسهل طريقة لانشاء فيديوهات شورتس هي استخدام الزكاة الاصطناعية قناة من ضمن القنوات اثرت بشكل كبير على ناس بتقدم قصص قصيرة تم انشاءها بالزكاة الاصطناعية بالكامل وهي قناة حكمة AI الناس كتير دلوقتي بتسأل ازاي ان احنا ممكن نعمل صور زي الصور اللي موجودة في الفيديوهات الشورتس اللي بتعملها قناة حكمة AI بصراحة الفيديوهات ديت جايبة مشاهدات كبيرة جدا جدا ممكن تعدي ملايين الملايين ولان هي معمولة بصراحة بشكل كويس جدا رغم ان هي طريقة الفيديوهات سهلة جدا ولكن الصعوبة في انشاء التصميمات نفسها ازاي تقدر تعمل تصميم بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده والفكرة الجامعة هنا هو الراجل عامل صور باشكال متنوعة مختلفة مجمع قدر كبير من الصور وبيستغل الصور ديت ان هو يعمل او يجمع كصة بسيطة جدا وكل ده معمول بالاي اي اي يعني مسلا هتلاعز ان فيه صور مقررة يعني مسلا صور الطفل زي ده هتلاقي حاجات قريبة منها في الشكل حاجات زي كده ممكن يقرر الصورة تاني في فيديو تاني ازا فهو محتفظ بتعبيرات الوجوه مختلفة مواضع مختلفة للصور وبيستخدمها في فيديوهاته بحيس ان هو يطلع تصميمات لذيذة او فيديوهات لذيذة جدا ما بتاخدش منك نص دقيقة دية بكتير لان طبعا الشورتس اصلا مش بتعدي الدقيق المهم انا النهارده بقى هشرح لك اقرب طريقة ان انت تقدر تعمل بيها تصميمات زي كده وهقول لك برضو ازي ان انت ممكن تستخدم مهارات الاي اي 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 او ازي كان الاصطناع في ان انت تعمل التصميمات دي او الفيديوهات دي هات بشكل احتراف. يلا بينا. اهلا بيكم معكم محمود خدر النهارده هشرح لك كافية انشاء فيديوهات لكسس اطفال او كسس احترافية باستخدام زي كان الاصطناعي قبل ما ابدأ كنت حابب اشكر احمد منصور لانه تعب معنا بصراحة جدا في ان هو يوصلنا لفكرة من الافكار تعب كتير جدا في ان هو يوصل لفكرة ديها فكنت حابب اشكره لانه هو لدور كبير جدا في الفيديو ده لو انت متابعني في القناة فانت عارف ان انا قبل كده شرحت مواقع شاتبوت زي جميني اللي من خلالها بقدر ان انا اكون القصة بتاعت فانا جيت في مرة كده قلتولنا عايزك تعملي قصة ناملة سليمان فبصراحة هنا جميني بقى رائع جدا في ان هو بيامل الحاجات ديها قلتولنا عايز قصة ناملة سليمان في تلاتين ثانية حتى لو هتزيد عن تلاتين ثانية بس هو ايه بصراحة عاملها لي بشكل مبسط جدا كتاب لي القصة في زي ما انت شايف كده يعني حاجة بسيطة جدا مش حاجة تبقى كتير لان الفيديوهات دي بتبقى صغيرة ولزيزة وهي مثلا القصة ما يفقاش تفاصيل كتير بعد كده قلت له قسم القصة لمشاهد واكتب لكل مشهد باللغة الانجليزية لتولد صور بدون آآ ظهور سيدنا سليمان يعني فقط طبعا هو مش هييلتزم بان هو ما يظهرش لكن انا استخدمت برضو برامج التعديل ان انا اخفي وجه سيدنا سليمان هنا طبعا بيجي مثلا اقول لك الوصف وبعد كده كتب لي كل شيء بالعربي بالشكل ده في كل مشهد بس جيت بعد كده قلت له ترجم الانجليزية فبدأ ان هو يترجم لي كل شيء ان كتب في المشاهد لانجليزية فاصبح عندي ده هنا اهو اقدر ان انا استخدمه فمفروض ان انا باخد كل مشهد من المشاهد ديات بحيس ان انا اقدر احوله لصور عايز بس اوليك الصور اللي انا عملتها طلعت معي ازاي وهفهمك برضو ادررت ان انا اتعامل معها ازاي هنا دي الصور اللي طلعت معي مثلا طبع معي صور بالشكل ده المفروض طبعا ان انا اخفي الوجوه او الوجه هنا وبرضو هنا بالنسبة للنملة طلعت معي بالشكل ده بصراحة كانت لذيذة جدا ومعمولة بشكل كويس جدا وهقدرت ان انا اكون القصة بشكل كويس تقدر طبعا نشوف القصة في الش بالشكل ده اطلع معي التصميمات دي كلها. قدرت بعد كده ان انا اخفي بقى الوجوه لان طبعا المفروض ان انا بذكر النبي فهم فعش يظهر معايا فبدأت ان انا اخفي الوجه بالشكل ده. في ناس قالتني انت ازاي خفيت الوجه انا استخدمت انا يعني خفيت الوجه بالفوتشوب ان انا جبت واستخدمت الفرشة الهياد نعمة باللون الابيض عملت على الوجه كده بالشكل ده. حاجة بسيطة جدا يعني. وبعد كده استخدمت الصور عادي جدا. طيب ازاي بقى قدرت اعمل الصور ديت? انا جيت هنا مسلا خدت بتاعي. عايز اقول لك ان الصور انت شافتها دلوقتي ده كلها عملتها بموقع مش بموقع تاني مسلا زي الونارد او كده. او موقع برضو انا شرحه اكتر من مرة وشرحه اخر تحديثاته كمان هتلاقي كل الفيديوهات دي موجودة في وصف اه يعني موجودة في القناة او في وصف فيديو. هنا موقع انا جيت حطيت بتاعي. واخترت البوضة بتاعي التسعة ستاشر تمام? وحددت اللي هو ان هو يشتغل. بس في حاجة بقى مهمة جدا ان انا جيت قلت له وجيت بعدها كده في كلمة مهمة جدا تكتبها بحيس لو ان انت تطلع معك التصميمات بشكل كويس. انها باجي اقول له عارف انت اقوله يعني ايه يعني يعني رسم بالزيت. اغلب الصور اللي احنا بنشوفها دي بتبقى مرصوبة بالزيت. كلمة السر هنا في الكلمة دي ان انت دايما تخليها سابتها معاك في بتاعك. وبعد كده ابدأ اكتب تفاصيل بتاعتي. طبعا لو عملت هو بيبدأ ان هو يعمل لي اربعة تصميمات. وبناء عليه كملت كل اللي احنا شفناها في بالشكل ده. اروح جايب ده كله. واجي اضيف هنا كلمة فطلعت معايا التصميمات بالشكل اللي انت شفت ده. طبعا ده هيبقى بالنسبة للصور الخاصة بالكصة النملة اللي انا عملتها. انا بشرح له انا عايز اديك اكتر من حلول على فكرة ان انت مسلا ممكن تستخدم موقع زي ده. ممكن برضو تستخدم مواقع تانية. وياكاد يكون اه في مواقع كتير طبعا تقدر انت تطلع منها نتائج كويسة. بس احنا بنحاول نجرب المتاح لان في مواقع مجانية وفي مواقع مش مجانية. ده كان بيستخدم هتكمل كل طريقة ديت هتطلع معك التصميمات زي ما شفتها معايا. وتبدأ ان انت تجمعها بالشكل المناسب لك. اما بالنسبة للتصميمات الزي ديت فانت برضو لو قدرت تكون قصة. والقصة دي طبعا هيكون فيها مشاهد تقدر ان انت تعمل الصور ديت برضو. آآ يعني زي ما قلت لك هي الصور معمولة بالزيت هتحس ان هي كارتونية شوية. بس هي اهم حاجة زي ما قلت لك ديت اهم كلمة هتكتبها. تعال اجرب كده بقى لان انا برضو عايزك تعملها بشكل يدى ومش عايزك تستعين او بالبرومت ان انت هتعملها. تعاكد نجرب ان احنا نعمل آآ مثلا شخصيات زي كده ونشوف هنعملها ازاي. الشخصيات اللي انا هعملها انا هعملها باستخدام موقع ليوناردو. ليوناردو. تعال اقول لك برضو هتعملها ازاي. ليوناردو موقع قوي جدا شرحه كتير قبل كده وعندنا سلسلة كاملة لشرح موقع ليوناردو بكل تحديثاته. وان كان فيه تحديثات جديدة لسه ما اتكلمتش عنها ولكن قريب او ممكن اتكلم عنها. عايز اقول لك ان انت لو دخلت على ليوناردو انا تكون تعمل الحساب جديد فمديني فرصة ان انا استخدم الكيميا. اه مهم جدا ان انت تستخدم الكيميا في تصميمات الزيادية لان بصراحة هتفرق معك كتير جدا. هنا انا مفعل الكيميا طبعا الكيميا اللي مش عارف الكيميا. الكيميا دي مسؤولة عن ان هي بتطلع تصميمات يعني احترافية شوية يعني بتطلع تصميمات حلوة. دي برضو كانت نتائج كنت عملتها بالكيميا. كنت انا عامل قصة طفل سالم. آآ بصراحة كان برضو يساعدني ان انا اعمل اكون للكصة دي. وقبل كده كنت عامل تصميمات كتير. جربت برضو ان انا اعمل القصة بتاعتي اللي هي بتاعت النملة ديت. وكت بقعد اجرب كتير بحيس ان انا اوصل لحلول. فعايز اقول لك بقى لو انت هتستخدم الكيميا لو انت طبعا عامل حساب جديد عشان في ناس هتجي تقول كيميا مش مجانية هتبقى مجانية معك لمدة خمس ديان بمعدل خمس تصميمات يوميا لو انت عامل حساب جديد. حاجة هنا ممكن اختار اللي هو آآ عندك فيه اللي احنا كنا قفين عليه ممكن تستخدم اي حاجة من الاتنين دول. بس انا كنت عايز اقول لك حاجة لان انا كنت جيت جربت كده في الاول عايز اقول لك آآ اوريك النتائج كنت انا عملتها. هنا مسلا دي بعض الصور اللي انا كنت نشرتها على المنتجة بتاع القناة وفي ناس سألت لي احنا عايزين نعمل صور زيديات. كانت معمولة بليوناردو. بس طبعا في صور مختلفة عن تانية. يعني مسلا هنا لو جيت هنا ضغط على الصورة ديات هضغط عليها بالشكل ده. كان الموديل اللي اللي انا مستخدمه آآ هنا اللي هو كان طالع بالشكل ده. ماشي? آآ لما جربت اللي هو كان طالع بالشكل ده. احنا هنجرب الاتنين مع بعض دلوقتي ونشوف هنعمله ازاي. فكرت اللي حاطين كنت مختار الديناميك. مرضو زي ما قلت لك ان كلمة سر كانت في الكلام او ان انا اضيف للبرومت فانا هرجع هنا تاني آآ حابب ان انا اعمل بقى تصميم جديد. هاجي هنا في المربع اللي فوق ده. آآ ارجع طبعا على تاني اضغط عليها بالشكل ده. وارجع هنا اتلاحز انا اصلا كنت كتبها هنا هوا. آآ مثلا عايز اوصف وصف معين لشخصية معين. طيب هيجي حد يقول لها مش بعرف هكتب انجليزي. عايز اكتب عربي. انا في الحالة ديت هقدر ترجم. هروح على ترجمة جوجل افتحها من جوجل عادي. وباجي هنا باختار من العربية الانجليزية وباجي هنا هكتب مسلا. رجل رجل هقول له مسلا رجل مفتول العضلات. ماشي? ممكن اقول له مشهد قريب. اهو مشهد قريب. لرجل مفتون مفتول عفوا العضلات. وهقول له مسلا عيون زرقاء. اوكي? وهقول له خلفية وخلفية السماء زرقاء. وهقول له مسلا وتظهر عليه ملامح الغضب. اوكي? طبعا انت لعاس سابة الشخصية هتحط له اسم. يعني ممكن احط للراجل اسم. فانا ممكن اقول لرجل مفتول العضلات اسمه كزا. اسمه. واحطوله اسم. بحيس ان انا عايز استخدم الاسم تاني بعد كده. واو اعمل نفس الشخصية ولكن تكون مسلا بتضحك. فاجي هنا هاخد الكلام ده كده كوبي وارجع تاني للبرومت بتاعي. بكتب هنا البرومت بالشكل ده. وبعد كده عندي طبعا هنا اللي انا مختارها وفي الديناميك. هنا لو انا استهلكت لحد اربع صور بياخد اتنين وعشرين كوينز. تلات صور بياخد تسعتاشر صورتين بياخد ستتاشر فانت على حسب ما انت عايز. عايز تعمل اكتر من صورة خلاص استهلك الاتنين وعشرين. وكل مسلا يوم اعمل تصمامات اكتر متنوعة بحيس هتستخدمها بعد كده في القصص بتاعتك. بعد كده انا هبدأ اعمل اتأكد ان انا عامل البوضي بتاعة التسعة لستاشر خلي بالك. وهنا كل شيء زي الفل. هنا طبعا دي خاصية جديدة مش هنستخدمها لدي حاجة خاصة اللي هي شافة فيها مش هنستخدمها. وهضغط على هيبدأ ان هو يعمل لي تصمامات بتاعتي بالشكل ده. دي كانت النتيجة اهو زي ما احنا شايفين عمل شخصية غاضبة جدا بالشكل ده. طبعا على طول انت تتحمل الصور ديت وتحول تكون مكتبها خاصة بيك ان انت تقدر تعمل بها تصمامات. تستخدمها بعد كده في ان انت تعمل بها تجمع كصص بتاعتك. سواء بقى راجل ضخم راجل شرير راجل طيب شخص عجوز شخص آآ لطيف شخص غني. كون شخصيات وعملها وبعد كده هتقدر تجمعها في الكصص بتاعتك. طفل يبكي طفل يصرخ طفل يضحك بنفس الصفات معينة بنفس نفس معين. والحاجات دي هتصبت معين. تعال بقى نجرب نشوف هيطلع معنا ازاي. هنا سايبه دايناميك زي ما هو. في حال استخدام الانمي فهو يعمل لي الاربع تصميمات باربع تشار كونز يعني اقل وتعال نشوف النتيجة برضو هتكون عاملة ازاي. هضغط على هتطلع معين نتائج بالشكل ده. دي كانت نتائج اللي هو الموديل التاني اللي هو برضو مش وحشة ممكن تستخدم التصميمات ديات برضو جميلة. خلي بالك احنا كاتبين في تصميم كزا. فهو بصراحة هنا عامله بشكل كويس جدا. وعامل مشهد قريب. فاحنا ممكن نعمل مشهد بعيد. ممكن نعمل مشهد مختلف. تقدر تتحكم في المشهد على حسب رؤيتك للمشهد وتخيلك ليه. وتقدر تترجمه وتحطه هنا بالشكل ده. ففرضا مسلا انت عملت التصميمات بتاعتك خلاص وزبطت اكتر من تصميم. ازاي بقى الناس هما بيعملوا الفيديوهات. هما بيستخدموا موقع اسمه طبعا ده افضل موقع ممكن تعمل به تعليق صوت. مسلا هنا في صوت انا كنت اعمله هنا بالشكل ده. والصوت ده فعلا كنت عملته كان طلع معايا كده. في قرية صغيرة عاش طفل فقير يدعى سالم. كان سالم شغوفا بالقراءة لكنه لم يملك سوى كتاب واحد. فده كان مسلا المسال اللي انا كنت عملته. هيجي حد يقولي ان انا عندي الاصوات اللي هنا ما فيهاش الاصوات القوية اللي انا بطور عليه. فيه فيه طريقة ان انت تجيب اصوات تانية. ازاي بقى لو انت روحت هنا على الشمال في حاجة اسمه طبعا الموقع ده انا شرحه كتير قبل كده. وشرح يعني شرح في فيديوهات ان انا ازاي اقدر اصلا اه ان انا اعمل محتوى بالكامل قصص فيديوهات. فنفس الطول دي انا شرحها بكده فهنا مش مش بكلم بتفاصيل. فهنا مسلا بيجي هنا لو انا ضغطت على اللي انا قلت لك عليها ديت وروحت على الحاجة اسمها هيجي هنا يجيب لي اصوات كتيرة جدا. انا هقولك بقى على صوت دور عليه على طول. لان الصوت ده انا اكتشفته بس انا ما عرفتش هنزله بصراحة لان انا كنت انا نزلت لحد الاقصى بتاعواه تمانا هو ينزل معي. هتروح على صوت اسمه فالانتينو. فالانتينو. اهو. الصوت ده. تعال كده نسمع الصوت ده. صوت ده حلوة. هفتك انا نسمع حاجة لان انا بس انا متأكد منه. مفرد انا اعمل هنا اد وويس لاب. اتمنى ان هو ينضف معايا لان انا تلاتة بس. هضيف هنا اتمنى ان هو يضيفه. انا حزفت واحد عشان يضيف لي ده. وفعلا هو اضافه كده. فانا لو رجعت بقى ان انا انا اعمل الصوت هروح على سبيتش. هاجي هنا هدور في بتاعتي. هلاقيه هنا ضف لي بالانتينو اهو بالشكل ده. هتضغط على وتلقائيا تعمل مسلا مش هعمل نص كبير لان انا عامله قبل كده. واعمل هيبدأ ان هو هيعمل لي الصوت بتاعي بالشكل ده. بتاع كده بقى نشغل اهو. في قرية صغيرة عاش طفل فقير يدعى سالم. ده الصوت اللي ممكن تستخدمه في ان انت تكون اه التعليق بتاع القصة بتاعتك. هيجي بقى حد يقول لي طب خلاص ماشي هعملنا الصوت ومعنا الصور. هنعمل بقى الفيديو ازاي? الفيديو بيتعامل بالبرنامج الرائع المجاني اللي هتستخدمه اونلاين وهو برنامج كاب كت. بصراحة كاب كت النسخة الاونلاين دي يتطحفة جدا. وكل ما اجد مسلا استخدم اللي هو البيسي على ايه مختلف. مش عايف ليه? يعني على ايه تأثيرات مختلفة. وطبعا تقدر استخدمها الموبايل والموبايل احلى كمان. فلو انت جد هنا مسلا انا عملت مفروض ان انت هتختار البعض بتاعك تسعة الستاشر هيفتح معك الصفحة دي. اللي فيها بقى بتجيب الصور بتاعتك والصوت بتاعك وتبدأ ان انت تجمعهم مع بعض. بحيث ان انت تتكون القصة بتاعتك. اهم الحاجة طبعا هتجيبها في الاول هي الصوت. لان الصوت ده هو يعني اللي بنان عليه هتبني القصة بتاعتك. طبعا الصوت مفروض بيتحمل من هنا. تمام? ممكن في ناس يقابلها مشاكل في تحميل الصوت في في الموبايلات بس هو هنا بالنسبة لللابتوب شغال عادي جدا. من هنا هقدر احمل الصوت بتاعه والصور زي مسلا هنا عندي صور واصوات هنا موجودة هنا بالشكل ده. هقدر احمل برضو من هنا وحمل كل الملفات اللي انا عايز اجيبها. هنا مسلا الصوت بقدر ان انا سحبه هنا في وعندي كل الصور مسلا اقدر بقى ان انا جمع الصور بتاعتي كده بشكل جنب بعضها بشكل متناسق يعني مش شرط ان انا بس بشرح لك بشكل بسيط جدا. ما بين كله صراحة والتانية بتروح على وبتروح على حاجة هنا اسمها في اللي هي الكاميرا ديت اللي انا بعمل بيها الانتقال بصراحة بيبقى كويس قوي. بعمل الانتقال بشكل كويس قوي. في موجود حاجة اسمها ممكن تجيب ده تعمل حركة بسيطة للفيديو كله او لجزء بسيط. بصراحة هو بيبقى حلو او في قرية. طبعا ده تشيك قوي جدا فلو اضغطت على مرتين اتنين هقالي الاسبيت خلي الاسبيت قولي لها خالص وفي نفس الوقت دي هقالي لها بحيس تبقى بسيطة جدا. في قرية صغيرة. تبقى خليها مسلا كمان وليكن خمسة تبقى لزيزة اوي بالشكلة. تقدر طبعا تضيف اي مؤسرات صوتها انت عايزها. مسلا عايز صوت صخرة صوت بكاء رجل صوت اهتزاز اي شيء تقدر تبحس عنه. بيظهر عندك هنا اصوات كتيرة جدا. اي صوت هينفع معك. هتقدر ان انت بكل بساطة هتضيفه في المكان اللي انت عايزه. لحد ما تخلص من او تنتهي من الفيديو بتاعك. اصبح الفيديو بتاعك جاهز. ايضا عندك فيه فيه في الفلاتر. هتلاحز هنا في الفلاتر آآ فيه حاجات كتير برضو تقدر تتغير من نمط الفيديو او الصورة اللي عندك. كذلك الامر في اللي روحت على ان فيه حاجات تقدر تزهرها اصلا على الصورة. زي انفجار زي نجوم زي حاجات زي كده. راعد زي ما انت حاب. لو جبت مسلا ده هنا كده بالشكل ده. حاجات ممكن اضيفها وممكن اضيف معها التأثيرات بتاعتها كمان. فتاعة كده نشوف ديت مسلا بعد ما تنضاف كده تبقى عاملة زي. نشوف بقى النتيجة كده. قرية صغيرة عاش طفل فقير. مؤسس حلوة اوي يعني المؤسس كويس اوي نضاف بشكل كويس. بعد ما بتخلص الفيديو بتاعك فانت عندك تقدر ان انت تعمل الفيديو ده واللود. فبيقول لك اختار الجودة اللي انت عايزها الف وتمانين وبعد كده بيقول لك برضي يعني بيختار لك عايز كواليتي اعمل ازاي وبعد كده بتعمل وخلاص اصبح عندك فيديو تقدر ان انت تشاركه على المنصات التواصل الاجتماعي. قبل ما قبل ما اقفل برضو في اللي هو الناس هيجي يقول لي طب الترجمة اعمل الترجمة ازاي. هيجي حدي يقول لك خلاص بالتيكست بقى واكتب لا في حاجة اسمها حلوة اوي موجودة في ان انت بتروح تقول لك اوتو كابشن فبيجي هنا يعمل لك تختار اللغة العربية وتعمل سواء كان الفيديو بتاعك عربة او اي لغة تانية هو تلقائيا هنا هيجمع الكلام بالشكل ده تقدر ان انت تروح تختار النمط اللي انت عايزه مسلا ممكن اختار نمط زي ده او زي ده او اي شيء مناسب ليك ممكن برضو ده قادر اتحكم في الخط برضو بتاعي ان انا اخليه اكبر بالشكل ده ماشي ماشي وهنا برضو في ناس طبعا بتحب دايما تحط الكلام يبفوه شوية عشان ما يدريش وتكبره لو انت حاب تكبره وتكبره وهو تلقائيا هيزهر معاك في النطق يعني هيغير اول باول بالشكل ده اصبح عندك الفيديو جاهز نفس الخطوات وكده اصبح عندك فيديو احترافي تقدر تشاركه على منصات تواصل اجتماعي او تيك توك وتعمل قناتك وان شاء الله تزبط معاك زبطك كويسة جدا دي كانت حالة النهاردة شرحت لك ازاي ان انت تعمل صور احترافيات استخدامها في عامل شورتس على يوتيوب انت تتكون قصص احترافية زي قانوات حكمة والقانوات دي كلها اتمنى تكون استفادت من الحلقة اللوة عجبتك الحلقة ما تنساش تشترك في القناة تفعل زي الجرس علشان تشوفك الفيديوهاتنا في النهاية السلام عليكم